اشتركوا في القناة 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 كافي كنستمر بالخلط ونضيف الماء سنكمل هذا الكاس الرابع كما تشوفوا هذا الكاس الرابع خلطت مزيان وخلطت الخليطة الارتاح من بعد ان تلقيته بان الخليط تبقي القوام دياله تقل شوية فزيته شوية ديال الماء باش يولي الخليط خفيف شوية خلطت هنا المقلة يعني لما تلسقش المقلة يعني اللي كطيبو فيها البغرر درت كمية ديال العجين انتم ما ديروا على حسب المقلة فإلا كانت المقلة عندكم كبيرة ديروا كمية اللي هي غدي تكون كبيرة باش ديكم هكا يعني اه تاكوس يجيكون عجين كبير فانا عندي مقلة متوسطة فزيتلي هاد الكمية هادي كيما كانتشوفوا فانا يصر رأت هنا فيديو شوية اه تبدي الخليط ديالي يديلي فوقعات ونشوف اللي من الفوق صافيه من كان حسبي انا ونشوف مال فوق ودوك الجوانيب بدوك يتهزو كان قلب العجين ديالي نبقى كل مرة نقلبه في العجين لا يوجد الجهة نحاول ان انا ما نخليه وش يعني مدة طويلة باش يتحمر لنا ونشف لنا غير كي نحسو بي بانه هورا بدكية طيب سفي كنقلبو الجهة الاخرى وكنضغطو على هاد الشكل هاكا ضغطة خفيفة باش هي تنفخ لنا فالتنفخ العجين فهذا دليل على ان العجين ناجح وكن نبقى بحراكة يعني ضغطات هاكا نبقى نضغطو علي شوية بشوية بنتنفخ ونبقى نستمرين على نفس طريقة حتى كنكملو هاديك الكمية كاملة اللي نبقى فتقريبا هاد العجين هاد فخرج لي تقريبا يعني كمية لبأس بها يعني كلكم يعني لابغيتو كمية قليلة ديروا نصف دير هاد الكمية ليستمد انايا بعد الاربعات الكيسان ديال الطريق فاستعملوا غير جوج كيسان انايا بعد الاربعات الكيسان العجن التاكوس كما تشوفوه هو هذا فكي جي ناجح ما كي تقطعش ما كيكونش ناشفه ما كي تقطعش تقريبا كيكون بحال الكريب بحال شكل ديال الكريب انتم ما كي تشوفو كنجمعوه كيف مما بغينا ما كي تقطع موالو صراحة وجد في واحد الوقت اللي هو سريع يعني حسن ما اننا نبقى كل مرة نهزو العجين وندلكو العجين بالمدلك ونديروها رقيقة ونطيبوه فهذا حل سريع بالنسبة الحشوه انا اخديت هنا كمية الكفتة وبطاطا قليتها عندي كمية الفروماج موزاريلا وفروماج احمر هلا بغيتو تديرو يعني المايونيز ثمنوا المايونيز انا اكتفي تغرب جبن مثلت غادي ندهن به تاكوس ديالي الخبز وغادي ندير الحشوه فمكلكم تديرو الجاج مكلكم تديرو الحوت مهم انتو ما اختارو اللي بغيتو غادي نبقى هكا يعني ندير في الحشوه ديالي غادي ندير بطاطا من بعد ندير الكفتة صراحة ما كانش ندير الوقت باش ان اني نوجد السلسه او السوس الجغيان كانت يعني بغيت نديرها ولكن مبقىش لي الوقت سوفوا اللي تكتفي تغرب هادشي اللي عندي ودرت تاكوس ولكن صراحة جبنين جرائع فمرة اخرى ان شاء الله غادي يعني نعود نشاركو معاكم وندير هذه الساعات يعني نوريكم بزاف ديالي سوس كجوزوين مع التاكوس اللي سوس اللي هما نحضرون في البيت وكيجي ورائعين موسيقى 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 تلك السلسة حتى سيفره من السلسة موسيقى مساعدة موسيقى 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 تسعين حشوات مختلفة كيف ممكن لكم ديرو ميكس أتمنى أن الوصفة اللي حترت معاكم من يوماتنا لإعجاب ديركم وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش تتوصوا بكل جديد